المباراة النهائية لأهلي والوداد كورة وفنياً لأهلي يتعامل مع المباراة دي ازاي؟ شايفها هتبقى مشية ازاي؟ شايف مين له الأفضل؟ طبعاً على الورق لأهلي طبعاً له الأفضل إذا ما أنت قلت إنه على فرق الكوة يعني شوفنا الوداد فرق ضعيف جداً لأهلي يقدر يكسب المباراة بص ما الفرق المغرب دلوقتي اعتماد أكثر على الحماس يعني أنت كنت تروح لها فرق المغرب هم لعبت كورة كويسين قوي صح فتلاقي عندهم لعب الكورة كتير جداً شايف أيامنا تلاقي مثلاً الوينج ليفت ده سريع جداً وينج رايت سريع جداً وفي نص الملعب بيشوته هم الوقت اعتمادهم على الجماهير والضغط اللي بيعملوه الكورة العرض اللي بيعملوها هم لعبهم لعب اللي هو الحماسي أكثر فأنت لازم أنت أول ربع ساعة تنتص الحماس بتاعهم ده فالجماهير عمتاً أي نادي أما بيعاد كل ما يعدي الوقت كل ما هم بالضغط أكثر في الأول أنت على ملعب اللي تجيب جون كل ما الوقت هيعدي هم الدكتر فلازم على الأقل أول ربع ساعة تلت ساعة تحفظ بيخش في الجون بعد كده تبدأ تلعب بقى ولا تسجل وأنت في الوقت لو سجلت تبعاك ويس لا ما أقصدش أقصد أنه الأهلي عنده سيناريوهين يعني فيه سيناريو عمل قدام الرجاء في المرة الأولى وعمل قدام الهلالي السعودي لو تفتكر إنه أنا هنزل أضغط إنه أنا هنزل أهاجم إنه أنا هنزل أحاول خلص المباراة بدري بدري مع ضغطة مع الجماهير ده طب ممكن تبقى صعبة ممكن تيجي نتيجة عكسية يعني أنت الأحسن أنت أول حاجة تنتص الحماس الجماهيري ده وبعد كده تبقى تنظم نفسك إنه هو الطبيقية ده أنت لو هاجمت وبعدك مساحات هيبقى هما الأفضلية معهم جماهير مع ضغطة الجماهير مع الحكام ما تعرفش الحكامة تبقى عاملة إزاي يعني ده المعاملون النهائي هناك هيبقى كده الحكام متضبط رسمي فتبقى مشكلة جدا في موضوع التحكيم ففي الأول ما تديش مساحات لفرية اللي وديهت بعد كده تبدأ تنظم قطوطك وتبدأ تعمل هاجمات المرتدة عندك شريف عندك توا بعرفه يتحركوا من بلوك قطوط كويس إن شاء الله يكون الأهلي إن شاء الله البطولة إن شاء الله طيب شايف الطريقة الأمثل وقتها تكون إيه يعني الأهلي مع موسيبان يلعب أكتر من طريقة لعب شايف الطريقة الأمثل لمبارنة هاية تكون إيه 4-3-3 4-3-3 حمدي والسلية وديانج ما تضمشوا الاستحويس إنت عندك ديانج بيعملك رقم 8 كويس بيقدر يعدي وبيقدر يروع صح وسلية نفس الكلام برضو سلية بيبقى صانع عليها بأكتر من إنه 6 وحمدي بيقى في أمن الدفاع ما تفتحش المرعب إنت لو حطيت ناس بموصفات هجومية أكتر مثلا لات 4-2-3-1 هيبقى عندك ثلاثة أو أربعة مضروبين في الهجمة الثلاثة اللي هما تحت الفرد والفرد فهتبقى عندك مساحات في نصف المرعب لكن إنت عندك الثلاثة في نصف المرعب مأمنين كويس سعب تعمل الاستوحاز كويس طول ما الاستوحاز كلها في رجلك انت طعب تكسب الفرع دي هما المغربة والتوانسة والجزالين مابتدهم الاستحواز ويقضوا يباصوا والجمير طيز رجبوا الموتش خلاصة اوكي بعدين هو بيرجع من الاصابة مع سنه بيلعب كل الموتشات فالطبيقيا كثة لازم يمرهق السن برضو بيفرج عاليك احسنين و 32 سنة برضو السن بيفرج وقت طبعا وقت وانت وبيشارك كتير من أفضل العب في الهل ما بيحصل لوش روتاش ما بيخشش في اللوتاش ما بيجيلك اصابة وانت زهير وانت عندك 20 سنة عادي ترجع وتلعب لكن كل ما بتكبر كل ما التأمل لعضلات بتبقى أصعب كل ما المنورة تبقى أصعب في العضلات هو علي معلولة جاري دلوقتي مزي جاري زمان مظبوط علي هو العيب كرة وبيقفل حتة بتاعته لأ ولسه قيمة وحاجة مهمة في دلوقتي مهمة بس أصدر ما بقى زي زمان طبيعي يعني طول ما انت تعبان بدنيا عمرك ما تعفت أفكر كاراتك اللوقتي بقى غلط هو انتهك برضو بلعب المتخب وبلعب مع الأهلي مين فرعك أحسن ثناء اتفاعي في الأهلي دلوقتي يعني فيه تغيالات كتيرة بتحصل فيهم يا ياسر وأيمن وعدن ياسر وعدن أه أمه أحسنهم يعني أشايف انهم أقوى حاجة أيمن أشرف بقى له فترة مش مستوى من قيم المنتخب رامي برضو بعيد شوية رامي برضو الأصابة بعدده شوية الأصابة اللي عنده دي اللي اصابة في ماتش المنتخب أعتقد هم الاتنين دول يعني أنسة باتنين يعني صحي في الماتشات اللي انت بتلعبها في المغرب الماتشات اللي برة دي بتبقى لازم اتنين مميزين عندك في الشراسة أكتر منه لعيب كرة مش محتاج مدافع لعيب كرة الوقت أكتر منه يبقى شرس لأن انت عندك هجوم شرسة هتلاقي ممكن اتنين تلاتة بيهاجموا عليك تلاتة على اتنين في كل حاجة فلما برافش يقافوا كويس أو بدنيا كويسين هيتعبوا الأهلي جدا